إسرائيل ستكون قريبة من حرب شاملة مع حزب الله إن لم ينسح بالحزب من منطقة الحدود الجنوبية وإسرائيل ستحارب حزب الله في كل أرجاء لبنان وستحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان كلام تصعدي لوزير الخارجية الإسرائيلية إسرائيل كاتس بعد لقائه نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني رد عليه الوزير السابق محمد فنيش غامزا من قناة أن حزب الله غير آبه بالمفادين وبحراكهم مؤكدا أن المقاومة ماضية مهما كان هناك من مساع ووفود ووسطات هذا لن يؤثر أبدا في المعادلة القائمة اليوم المقاومة ماضية علت الأصوات أم خفت ولكن لماذا هذا الكلام التصعدي على بعد ساعات من زيارة سيجورني بيروت؟ تقليديا وتاريخيا قبل أي مفاوضات أو هدنة بعد حروب عسكرية يكون هناك خطاب عالي النبرة أو تهديد وتهويل وهذا ما يقوم به وزير الخارجية الإسرائيلية جاتس وبطبيعة الحال هناك احتمال آخر ألا وهو الحرب الشاملة لكن القرار الأمريكي هو ضد الحرب لكن كيف يفسر كلام فنيش الذي رد فيه على وزير الخارجية الإسرائيلية؟ من سحب على إسرائيل ينسحب على حزب الله بمعنى التهويل الإسرائيلي يقابله أيضا رفع سقوف وشروط من قبل حزب الله بمعنى نحن على كامل الهبة والاستعداد لهذه الحرب وحزب الله يقول طالما الحرب في غزة مستمرة قطعا لا فصل بين جنوب وغزة يعني حزب الله ليس مستعدا للانسحاب من مناطق حدودية جنوبية؟ من الطبيعي قبل أن تتوقف الحرب في غزة وإذا توقفت هل ينسح؟ تتوقف الحرب تحصل الهدنة هناك وتأتي المفاوضات استكمال المفاوضات لاحقا أي الترسيم البري وسوى ذلك إذن كل الأمور متوقفة على المفاوضات والحرب الكلامية قد تتحول في أي لحظة حربا فعلية إذا ما فشلت المفاوضات